الريس النهاردة قال ان الطريق عشان كده بقولك موسى من لعبة في الدماغ بقى ولاد الذين اياهم هيفضلوا يلعبوا في الدماغ عاوز يشككك ويقلقك ويخوفك ويفئدك ايمانك باللي بيحصل في البلد دي والله 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 اللي بيحصل في البلد دي ولا واحد فينا وكذب من قال او يقول او ينوي ان يقول انه عادي وما فيش حاجة يعني لا 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 احنا مكناش نحلم بعشرة في المية لحد 2010 بالمناسبة وانا من بتوقع 2011 حلو ولكن هل هينفع نضحك على نفسنا ولا كنا نحلم ولا في 11 ولا في 12 ولا في 13 ولا ب1 في المية من اللي حصل في السبع سنين دول اوعى تخلي حد يزعزع ايمانك باللي بيجرى عينيك 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 يا الهرى بيض كل واحد فينا بالمناسبة بيلمس الانجازات اللي حصلت في السبع سنين كل واحد فينا دون استثناء واحد يذكر حتى العيل الصغير اللي لسه بيتولد وانا بتكلم دلوقتي يلمس هذا الانجاز تقولي في ايه؟ هقولك لانه اتولد في مستشفى مكنش مكنش عارفين والدته امه هتعرف توصل لها ولا لأ قبل كده ربنا يسلم الجميع ويوصل دايما العيال دول لدنيانا بألف سلامة لانه ضامن انه حبيب الزغير اللي لسه مولود وانا بتكلم ده انتعب في حضانة انعي في دواء في دكتور في تمريض في ناس واخد بالها منه في حاجة اسمها تأمين صحي شامل واخد باله انا بقولك بقى هنا على حتى الرضيع اللي بتولد النهاردة وهو المسألة واقعة المسألة منطق ما فيهاش مبلغات ما فيهاش حدوتة اه عم يوسف انت هتطبل اطبل في ايه؟ هو مش العيل اللي بتولد ده بيحتاج ايه؟ سرير في المستشفى عشان والدته بيحتاج مراعية يحتاج قضية جوز عايز حضانة يحتاج شوية فيتامينات وشوية ادوية بياخدها في اول كم يوم ولا في كم اسبوع يحتاج لبن اطفال اذا كان محتاج لبن من اللي هو المعلمات لبن الاطفال الى اخره صح صح وقبل كده بقى ده كان متوافر عادي يعني انت كنت بتنزل تتمشي كده يلا حبيبتي هنروح نتولدي بقى يلا المسألة سهلة بسيطة تخفيش من التكاليف المسألة بسيطة جدا فلوس كتير الفلوس جيوبنا كانت متخمة مثلا هنتحك على نفسنا لا ما كانش بيحصل كانت الولادة حدوتة رب الاسرة بيبقى مش عارف هيعمل ايه في مصاريف الولادة ولا ايه اوعى تنسى هو ده اللي بيحصل دلوقتي اللي بيحصل ان انت عارف انك عايش في امان الامان بمعناه اللي احنا عارفينه اللي هو امان الشارع الامن والامان اللي بتوفره لنا الداخلية الامان هو انك انت الحمد لله والشكر اللي بتشتغل الامان انك بتلاقي دواء الامان انك بتلاقي بيت وساعات كتير بتستلم البيت مفروش مش كده ولا ايه على رأي فؤاد المهندس الله يرحمه الرئيس قال الطريق لسه قدامنا طويل احنا بدأنا واللي تم تحقيقه على الصعيدين الاقتصادي والامني تخيل الرئيس اللي بيقول خطوة شوف هنا الوصف بكل تواضع خطوة على طريق بناء المستقبل اللي بنسعى لتثبيت دعائم استقراره ايوة احنا عاوزين نسبت هذه الدعائم عشان نبني جمهورية جديدة اشتركوا في القناة